صباح الكناني يؤكد بأن النزاهة استدعت أكثر من 28 شخص من داخل اتحاد الكرة بسبب شبهات فساد ثق هالمرة مو خمسة هالمرة الشلع لكن اكو ناس اليوم اجت للاتحاد يعني هاي الدورة اجت للاتحاد اخو هاي بعض الناس ممقدمة شي ولا شايفين منعدهم شي احنا نقول السابقين اللي ما قدموا وما قدموا الكرة القدم العراقية يتغيرون ولازم يتغيرون اكو فساد باتحاد كرة القدم؟ اكيد من يا ابن ميل موجودة كلها بالنزاهة وكن وصلت 28 اسم قبل العيد يوم الاربعة الى اللجنة الولمبية لكن كان جواب القانونية باللجنة الولمبية كلش بطي اخروا مع بعض العيد واتصلت بسيد نعيم البدر قبل ثلاثة عيام قال انا الشيخ ان شاء الله هاليومين اكمل الكتاب ورفع للنزاهة الشيخ صباح الكناني هو من يقول عملية الاصلاح ولكن ايضا الشيخ صباح هو علي متهم بقضية وتزوير الشهادة شنو ردك على هذا يعني انت تعرف الحمد لله انا ما قدر اطلع لك اياها بس را حدث لك اياها كتاب اتحاد الملاكمة العراق السيد علي تكليف والهيئة الادارية اثبته بالدليل وبكتاب رسم ومصدق ومختوم من الاتحاد بين المعلومات المقدمة وصباح الكنانة هاي المقدمة ولا اصلا صباح الكناني كان موجود بالعراق ومع ذلك اخذ الكتاب من القانونية للجنة الولمبية الملحنة بان هذا الكتاب وهي المعلومات المقدمة موئلية وبالدليل حتى اسمهم بالمعلومات المقدمة اسم غلط وانا راح ارسلكها وتمنى اليوم تعرفها الكابتن علي سالم يعرفها على الشاشة